فانا والله متعجب من هالناس اللي يدخنون شيشة ولا دخان يا اخي نتن هذا نتن قال سنبالله لو تبخرت وتطيت من احسن نوع طيب 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 يكمل معاك يمكن ساعتين ذا الساعة هذا النوع الغالي لكن هذا التدخين اعوذوا بالله من الشيطان رجب والله مرات تتروح مكان مراجعة مراجعة تجديش ممكن هذا يوصل ل ملابسك الداخل يما من قوته مصعد خل واحد يصعد متبخر متطيب المصعد صغير متل متل طبعا هاللي يدخن ما عنده حساس ما عنده شعور والله يدخن يدخل داخل مصعد دخانه تعال دخل انت بعد ايش ثلاث اربع ساعات لاحظ الان الدخان اثرة لا عدد اذا استأجرت سيارة من مكاتب التعجير ها من تاخد سيارة مستعمير عدة اشخاص صح افتح المكيف اعوذوا بالله كأنها يعني النتن هذا الى هالدرجة الناس تتولع فيه ما نعرف كيف اللي مبتلى بهذا والله يبادر يبادر هذا خبيث هذا حرام وافتل اهل العلمي بتحريمه لكن اللهم استعر شوف اللي يفتح محل شيشة عالم عنده التدخين اللي يفتح بقال احنا بقال متنقل يقول ما حاط الدخان ما اربح هذا معناه ايش يعني ما ولا لا جنسية ولا لا جنس كل عالم يدخن من اي جنسية من اي جنس من اي لون اعوذ بالله بالله بعض الناس في الحج في الجمرات زحم الناس يكاد ان ينخرق الواحد من الزحمه وما قادر يتنفس وبعض الناس بالزحمه مع زقارته سبحان الله لا ما يحس المدخن ما يحس تلك حتى واحد قال كان يدخن واستقام يقول كنت ادخل بالدخان في المصعد في وزارة او شي يقول اذا شفت ناس تأففون شون داخل بيت ابوك انا انا روح قاعد بيت ابو يقول ما احس ما احس ان هذا اخنقه بداخل المصعد متر متر شوف يعني هذا انت اعرف نفسك انت ثقيل على المجتمع وانا الشيء عجيب من الاشياء العجائب العجائب اللي ترأيتها او شيء عجيب يعني مو عجائب في امريكا اي مكان مغلق ما يدخنون فيه لو المطار لو سكفة 25 متر ولا واحد يدخن لان هناك غرامة وفي مكان مخصص او خارج مطار يدخن قال لي واحد من الاخوهنا قال حتى الخمارة مادم مغلقة ما حيدخن فيها تجي بلاد المسلمين تبقى الموظف انت مراجعتك عنده واقف عراسه ودخانه اعوذ بالله لا يقول لك يكلمك ترجمة نانسي قنقر